حول الله دائما تقص ثقيل سيبقى يميز كافة المناطق الشمالية أجواء مغشات خلال الظاهرة تتشكل سحب رعدية نحو المرتفعات الوسطى والشرقية لما نقر عود احتمال أمطار رعدية محلية بالمناطق الغربية ستلتحق إليها أمطار رعدية خلال أواخر النهار كما ستميز المرتفعات الغربية تطاير بعض الأتربة أما بالنسبة لشمال الصحراء أجواء مشمسة على العموم لكن ستكون مغشات نحو أقصى الجنوب الشرقي ومشمسة تماما من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى أقصى الجنوب ومرتفعات الطاسيدي بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد ستتروح ما بين 4 إلى 8 درجات بالمناطق الشمالية 9 درجات بغردايا ببيسكرات وقورت ورقلا حسيم سعود 10 درجات ببشار 15 درجة بأضرار تيميمون وإنسا لحوة ترتفع إلى 18 بإنجزار أما خلال ظاهرة الغد الحرارة قصوى تبقى مرتفعة تقرب 23 درجة بتنمسان في حدود 22 درجة بوهران بمسغنم ببيجاية زيوزو سكيكدا وعنابا 19 درجة بالعاصمة والجلفة في حدود 22 درجة أيضا بكافة شمال الصحراء 27 درجة بأضرار تيميمون وإنسالح وترتفع إلى 34 درجة بأقصى الجنوب أما عن حالة البحر ليوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاتراب نحو سواحل الشرقية يابسة وحلي الغربية نعود إلى أرض الوطن وقت شروق الشمس بحات الغد سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وأربع دقائق مشاهدين أشكركم على حس المتابعة أقدمتم بصحة وعافية وفية